نروح لسيناريوهات تآهل المغرب لدور الستاشر بالمونديال الوضع رائع جدا الوضع الحالي في المجموعة اشتبعوا احراركم معارفين كرواتيا في الصدارة باربع نقاط بالتساوي مع المغرب في المركز الثاني وطبعا كرواتيا معايا فارق الهدف بالفوز النهاردة بربعية يأتي منتخب بالجيكا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ويأتي في المركز الأخير منتخب الكندي دون نقاط لو المغرب كذبت كندا في المباراة اللي جاي هتآهل مباشرة الى دور الستاشر في كأس العالم بغض النظر عن نتيجة مباراة بالجيكا وكرواتيا سواء بقى في المركز الأول أو الثاني لو تعادلت المغرب مع كندا هتآهل مباشرة ايضا الى دور الستاشر من كأس العالم بغض النظر عن نتيجة مباراة بالجيكا وكرواتيا يعني كده ببساطة ايه المغرب تكسب او تتعادل حتى يصعد ده قولا واحدا طيب لو خسرت بقى المغرب لسه ورده فيه أمل حتى لو خسرت فيه أمل لو خسرت المغرب قدام كندا وفازت كرواتيا على المنتخب البلجيكي هتتأهل أو هيتأهل المنتخب المغربي مباشرة طيب لو المنتخب المغربي خسر من كندا وكرواتيا تعدلت مع بلجيكا هيتم اللجوء لفارق الأهداف بين المغرب وبلجيكا عشان يتم تحديد المتأهل مع المنتخب الكرواتي وفارق الأهداف هيبقى أيضا لصالح المغرب في حال خسارة منتخب المغرب من كندا وفوز بلجيكا على المنتخب الكرواتي يتم اللجوء لفارق الأهداف بين المغرب وكرواتيا لتحديد المتأهل مع بلجيكا وهنا فرصة المغرب هتضعف عشان غالبا فارق الأهداف هيبقى لصالح كرواتيا ده طبعا لو بلجيكا ما سجلتش أهداف كتير في المنتخب الكرواتي ونقصت شوية من فارق الأهداف عنده فانت المغرب دلوقتي بقى عندها العديد من الفرص الميسرة للسعود للدور الجاي وانا قدر أقول لك من دلوقتي المغرب في دور الستاشر بكأس العالم